وكانت ايه حكاية سامر بقى احكيلي بقى حكاية اتخذت الفلمانجو حكيلي سامر وحكيني عن حبيب سامر او الضحية اللي عارف سامر يوقعها بصي هو يعني شخصية نفعت معاه مثلا كل التشبيهات بتاعت الحيوانات يعني انا بنتكلم على مدار تسع فصول في الرواية تقريبا فيه مستخدم 12 او 13 حيوان في سلوكياتهم فانت متخيلة السلوكيات بتاعته مثلا انه بيبعدها عن كل الناس ده لها في السلوك ده ليه شبيه في طائر الوقواق انه مثلا طائر الوقواق الزكر والانسة لما بيجوا يعني يتزوجوا كده ما بيعملوش عيش عشان البيت بتاحهم لأ بعد كده بتدور انسة الوقواق على عيش واحدة تانية وتحط فيه البيت بتاحها فتيجي الانسة اللي هي الطائر تاني اصلا تلاقي يعني بيض غريبة عنها والسهمة بتبقاش عارفة هما مخدعين للدرجات دي البيضة بتاعت الوقواق اول ما بتطلع اول حاجة بتعملها ايه اول ما بتطلع من البيضة بترمي كل البيضة اللي حوليها عشان هي الوحيدة الطائر ده الوحيد اللي يأكل ويشرب وياخد كل العناية اوكي فده شبيه بسامر بالذب شخصية السامة دي بتبعد الطرف التاني عن كل الناس بيبعد بيرمي كل الناس في حياتها عشان يتبقى هو الوحيد هو الوحيد اللي في حياتها هو الوحيد ما فيش لا صحب بقى مش فرق رجالة او ستات يعني هو شكاك بس مش فرق رجالة او ستات هو بيفصلها عن كل الناس عشان في الاخر تبقى واقفة لوحدها كده ما تعرفش نسها وعشان محدش ينبيها ان في حاجة غريبة بتحصل في حاجة خطأ بتحصل محدش ينبيها بتبقى هي الوحدة حاجات كتير يسيطر عليها يقعرف يسمها بافكار ومظبوط من غير ما يتكون بتسمع لأي حد او اي حد يقدر ينقذها من افكار ومظبوط بالزبط بالزبط ولو لو انسة الطائر ده اكتشفت الخدعة فيه علماء بيقولوا ان هو بيصدر صوت عشان يهددها يجذب المفترسين ليها فهي بتخاف هو هيتاكل وهي هيتاكل بس هو بيهدد الشخصية السامة برضو لما بتبتدي انت تنقشيها في اي حاجة باول تهديد خلاص نسيب بعض ده اول تهديد طول الوقت تهديدات طول الوقت معايشك في حالة رعب انه ممكن يسيب ممكن يبعد ويا ريتو بيسيب لا طولها نازل بقى مشكلة ده هو اصلا ما بيسيبش هو بيهدد بس بالزبط